السلام عليكم اليوم سنتكلم على إنتاج وتصدير الأسميدة في الجزائر حيث هناك فيه ثلاثة شركة تنشط في هذا الميدان وهي كلها تنشط بشراكة مع شركتين جزائراتين الأولى هي شركة سونتراك والثانية هي شركة أسميدة التي دخلت في الشراكة مع شراكة أجنبيين وكان ثلاثة شركات اجتمعت هذه السنة لتصدير حوالي أربعة مليار دولار نتعى الصاديرات والشركة الأولى التي تعد أسميدة وهي الفرعة لشركة سونتراك أنها تتوقع ارتفاع رأس مالها إلى حوالي 800 مليون دولار في نهاية السنة الجارية وقال لهذا المدير انتعى الفرعة انتعى شركة سونتراك هذا اللي شركة سورفارت التي تنتج الأسميدة أن السوق الدولية عرفت ارتفاع جنوني في الأشهر القليلة الماضية في سعر انتعى الطن الواحدة من الأسميدة وكما نعرف أن هذه الأسميدة تستعمل كمخصيبات في الميدان الزراعي وهذا الارتفاع انتعى السعر انتعى الأسميدة هذه هو ناتج لارتفاع السعر انتعى الغاز الطبيعي لأنه الانتاج انتعى الأسميدة هذه مرتبط فيه استغلال للغاز الطبيعي لانتاج المواد هذه المخصيبة ومن جهة أخرى في ظل ارتفاع السعر انتعى الطن الواحد انتعى الأسميدة على السوق الدولي كذلك هناك شركة أخرى جزائرية تعمل في نفس السياق وهي شركة فيريطال وهي كذلك فرعلي صناطراك وهذه الشركة تعمل في إطار الشاركة مع العمان شركة عمانية للأسميدة وهي كذلك متواجدة في المنطقة الصناعية انتعى أرزيو وكذلك هذه الشركة راهي في طريقها باش تصدر بما قيمته 1.2 مليار دولار إذن هذه الشركة التانية التي تنشط في مدى صناعة انتاج الأسميدة وتصديرها إلى الخارج كذلك راهي في طريقها باش تحقق قيمته 1.2 مليار دولار كمداخل لصديرتها إذن هذا هو وكان شركة أخرى كذلك فهي شركة تاليتة وهي فريتي باريا وهي كذلك شركة تعمل بشراكة مع إسبانيا كذلك تعمل في إطار الإنتاج انتعى الأسميدة وكما نعرف الأسميدة هادية تستعمل في كل دول العالم لأنها تستعمل كمخصب في زراعة في إنتاج زراعي في كل دول العالم وإذن مطلوبة كثير مطلوبة على مستوى دول العالم وفي هذا يعني في هذه الشركة التالاتة سوف يصل الرقم في نهاية هذه السنة إلى أربع ملاير دولار كمداخل من الأسميدة وهذا رقم يعني مهم جدا يعني في تحقيق الأهداف تعد تصدير بالنسبة للجزائر والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة